من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على فرح فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في يعناكهم أغلالا فحيا إلى الأزقان فهم مكمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأحشيناهم فهم لا يبسرون والسواء عليه ما أنزلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالخيب فبشره بمقفرة وعجر كريم إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه فيما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاه المرسلون إذا وصلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم العلم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم إننا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أي إن ذكرتم فلأنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا كومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجل وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فتراني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إي وإذن الرحمن بذر الله تبني أني شفاتهم تبني أني شفاتهم شيئا ولا ينكدون إني ذل في ذلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت كومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستحسرون ألم يكم أحلقنا قبلهم من القرون وأنهم إليهم لا يرجعون وإن قلل لما جميع الذين محررون وعيت لهم العرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يعقلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يعقل من ثمرحي وما أملت حيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسباج كل حم مما تمت العوض ومن نفسهم ومما لا يعلمون وعيت اللحم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجل مستقر اللحا ذلك تفضيه العديد العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبكي لحان تدرك الكمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعيت اللحم لنا حملنا زريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن شأنك رخهم فلا شريخ لهم ولا هم ينكذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لحمتكم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيه من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمدين وإذا كيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال للذين قفوا للذين آمنوا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله واتعمه إن أنتم إلا في ذلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أحلهم يرجعون ونفخة في السور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وسرك المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محذرون واليوم لا تدلم نفسهم شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكحون هم وأزواجهم في ذلال على العرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم عيح المجمون ألم أحد ليكم يا بنيات معا لا تعبد الشيطان إنه لكم عدوب مبين ونعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقدم على فاحهم وتكلمنا أيديهم وتشهد الجرح بما كانوا يكسبون ولو نشاو لتمسنا على أعين حين فاستبقوا السراط فعنا يبسرون ولو نشاو لمسخنا على مكانتهم فاستطاعوا مديا ولا يرجعون ومنع منحون نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما لم نحو الشعر وما ينبكي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينظر من كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يرعنا خلقنا لهم بما عملت أيدينا الآن فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافعهم الشارب أفلا يشكرون وتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جن محذرون فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أو لم يرى الإنسان لأن أخلقناه من ندفة فايداح وخسيم مبين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي لذا موحي رمين قل يحييها الذي ينشعها والمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخير نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والعرض بكاربين على يخلق مثلهم بلا وحو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول لكم فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله للي العظيم